اشتركوا في القناة وأوضح مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءا من شهر رمضان أو اعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي أيضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن موضحة أن الدراسة مستمرة بكافة المدارس دون إلغاء وزارة التعليم أكدت أيضا أن الامتحانات الشهرية المجمعة لجميع صفوف النقل ستعقد في مواعيدها المقررة المعلنة من قبل وأشارت الوزارة إلى أن الحضور اختياري بكافة المدارس في شهر رمضان ويقتضي الغياب الاختياري إقرارا رسميا من ولي الأمر على أن لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعيا حيث يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل المتعددة التي أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات تعليمية مشددة على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية كافة عناصر المنظومة التعليمية أيضا أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة النماذج الاسترشادية للمتحانات الشهرية المجمعة بنظام الأسئلة الجديد للصفين الأول والثاني الثانوي على موقع الوزارة الرسمي أعلنت أيضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورقة المفاهيم الخاصة بالامتحانات الشهرية المجمعة للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020-2021 أيضا نوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلى طلاب أولى وتانية سنوي وضح أنه يمكن للطالب طباعة ورقة المفاهيم وإضافة أي معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة إذا أراد ذلك في ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح أيضا أضاف شوقي في رسالته لطلاب أولى وتانية سنوي لقد نشرنا النماذج الاسترشادية والمحتوى المطلوب من الامتحانات الشهرية وجداول الامتحانات المجمعة وأوراق المفاهيم اختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالته للطلاب قائلا لا يتبقى سوى أن تستعدوا في ضوء هذه المعلومات لمنهج خمس أسابيع فقط ولا تلتفتوا إلى أي جدل على مواقع التواصل والهدف الأساسي هو أن تتعودوا على أسلوب المذكرة المناسب والنوعية الجديدة من الأسئلة ولا يوجد أي داعي للقلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر